وسريعا من سهاج ننتقل إلى ألف يوم وإبراهيم عزة مراسل إكسترا نيوز إبراهيم أرحب بك معنا في هذه الساعة كل تحية لكي نانسي ولمشاهدين الكرام في إطار المتابعة المستمرة من إكسترا نيوز كاميرا إكسترا نيوز تجوب المحافظات كما ذكرت قبل قليل أنا هنا في محافظة ألف يوم هذه المحافظة التي باتت منذ الصباح أكثر هدوءا واستقرار تام في الأحوال الجوية وأيضا الدكتور أحمد الأنصاري الذي قام بجولة تفقدية لبعض القرى هنا في محافظة ألف يوم للإطمئنان على الأهالي فيها لمزيد من التفاصيل ولتفاصيل أكثر يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي مع حضراتكم مشاهدين على الهواء مباشرة مع الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة ألف يوم دكتور برحب بحضرتك بداية على شاشة أكسترا نيوز أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك وبسهد المشاهدين أهلا وسهلا يعني لسه قبل دقائق معدودة انتهيتوا من جولة تفقدية رفقنا المحافظ فيها في عدد من القرى ماذا عن آخر المستجدات اللي حضراتكم رصدتموها خلال هذه الأزمة التي يعني النهاردة أكثر هدوء زي ما حضرتك قلت خلينا أقولك طبعا أن الأزمة دي لم تتعرض لها مصر من 40 عام زي ما ذكر السيد رئيس الوزراء احنا هنا في محافظة الفيوم تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة لم تحدث من قبل بعض الأماكن طبعا كان فيها تجمعات للمياه بشكل كبير النهاردة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ تفقدوا عدد من القرى وعدد من المنازل اللي كان فيها تخللتها بعض المياه النهاردة وتضرر الأسر تضررت من هذه المياه يعني كنا من ساعة في وادي النازلة وده مكان منخفض عن الأرض كان المنازل اللي نكتعرضت للمياه الأسر تضررت تحدثوا مع الأسر المحافظ وجه طبعا بإيواء هذه الأسر في مراكز للشباب وإيواءهم في عمرات سكنية بالقرب منهم نصقنا طبعا مع مدرية التموين علشان يتم الدفع بعدد من المواد التموينية نصقنا مع مدرية الشؤون الصحية عشان يتم إرسال فريق طبي طبعا إحنا كان عندنا كمان جولة قبلها النهاردة الصبح في مصرف البطس مصرف البطس ده موجود في مدينة سنورس مدينة سنورس مصرف البطس ده طبعا من كتر غزارة المياه المنصوب علي جدا يعني كنا خايفين طبعا أن يتم هذه المياه أنها تتسلل إلى المنازل أعمال التكريك ابتدت هناك علشان نقلل من منصوب المياه جميع الأجهزة المعنية موجودة هناك شركة المياه دفعت بالعديد من سيارات كسح المياه أيضا الدكتور أحمد الأنصاري وجه أن نستعين بسيارات الكسح المياه الخاصة علشان يبقى الأهالي بتساعد الدولة في هذه الأزمة التي تعرضنا لها كلنا طبعا هنا نتمنى لحضراتكم كل التوفيق والتنصيق بات واضحا يعني ما بين المحافظة عن طريق غرفة العمليات وأيضا مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد أتوني المتحدد الرسمي باسم محافظة الفيوم شكرا جزيلا شكرا رفا من مرسي إذن مشاهدين الكرام هذه الرسالة المباشرة التي جاءت لحضراتكم من ديوان عام محافظة الفيوم لمتابعة آخر المستجدات الخاصة وحالة الاستقرار التقصي الذي تشهد المحافظات في هذا التوقيت تحديدا ننسي نور الكلمة تعود إليك مرة أخرى إبراهيم عزة كنت معنا من الفيوم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل